اشتركوا في القناة الساعة 2 بتوقيت جرينيتش القمر ما زال موجود في برج العقرب بالنسبة للمنازل القمر موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 23 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا يندقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق زي ما حكينا القمر ما زال موجود في برج العقرب الآن مساء يوم الأربعاء واحنا رح تبدأ فترة خلوه ومسار ولكن قبل خلوه ومسار في عنا زاوية احنا ذكرناها يوم أمس اللي هي زاوية التثليث الإيجابي اللي بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة 6 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها رح تستمر لغاية صباح يوم الخميس طبعا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوه ولمسار يعني خلوه ولمسار من الساعة 6 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر لغاية الساعة 10 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني مدة خلوه ولمسار هو أربع ساعات هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه ولمسار القمر الساعة 10 و 15 دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء القمر رح ينتقل ويصير في برج القوس عشان هيك حلقتنا اليوم رح تكون عن الانتقال كأنه القمر انتقل لبرج القوس ما رح نذكر أي شيء عن الساعات هاي اللي هي من الآن لغاية قريبا الساعة 10 و 15 دقيقة مساء يوم الأربعاء ما رح نذكر عنها أي شيء رح نذكر ما بعدها عشان حلقة الأمس ذكرنا اللي بده يسمع التأثيرات لمنتصف الليل يسمعها من حلقة الأمس ولكن حلقة اليوم هي عن الانتقال لبرج القوس اللي تأثيراته بتبدأ من منتصف الليل وما بعد بتوقيت الأردن طبعا بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج القوس معناته منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على ساجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد الانتقال مباشرة في عنا زاوية أيضا ذكرناها يوم أمس اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية طبعا اليوم عنا ثلاث زوايا اقتران إيجابية طبعا هاي الزاوية اللي هي الاقتران الإيجابية اللي راح تصير ما بعد الانتقال هي ما بين القمر وبين الشمس ومعنى اقتران يعني ولادة الهلال وبداية الشهر العربي الجديد هاي الزاوية راح تتشكل أو راح تصير الساعة عشرة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهيرة تقريبا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنها أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها راح تستمر لغاية أربعة اثناش ذروتها يوم ثمانية وعشرين احداش بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية ثمانية وعشرين احداش أي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتون اللي تأثيراتها من يوم عشر احداش وهي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم ستة وعشرين احداش بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائية برضو ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أو اللي اليوم ذروتها اللي هي زاويتين الإقتران الزاوية الأولى هي إقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون الساعة وحدة و 25 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي ذروتها الساعة 2.48 دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة برضو تأثيرها طيلة النهار من الصباح للمساء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من بعد منتصف الليل بتصير عنا الأعضاء اللي هي الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية يعني عمليات جراحية لهاي الأعضاء اللي ذكرناها إذا في مجال تأجيلها بيكون أفضل إلا إذا كانت اضطرارية جدا وما في مجال التأجيل عما بالنسبة لعمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لها عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وبرضو يصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن الآن بدأنا بمرحلة إنه لا يصلح إزالة الشعر الزائد اللي هو مقصود بالشعر الزائد اللي هو اللي بيكون مزعد جدا أو كثيف جدا وبدو عملية ليزر مثلا لإزالته أو بدو تبطيء لعملية النمو فلا يصلح في فترة نمو القمر يصلح في فترة انتقاص أو نقوص أو أنه لما يتناقص القمر لا تجاه الهلال عما الآن في مرحلة النمو هي لعمليات القص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج القوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 25-11 بيبدأ طبعا خلو المسار في تمام الساعة 7-21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 9-17 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 6-7 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بيصير عمره يومين نسبة الإضاءة بتصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 100% القمر يعني الآن موعد بث الحلقة في العقرب ولكن بعد منتصف الليل بيصير في القوس ورح يضل حتى يوم 25-11 في القوس هو الآن سعيد بنسبة 100% في ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة إلى 70% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 60% عطارة في القوس حتى يوم 6-12 هو الآن سعيد بنسبة 60% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 30% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري أنهى عملية التراجع في الحوت ورح يضل في برج الحوت لغاية يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وعلاقاتكم مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبرضو بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بعض موليد برج الحمل ممكن يخرجوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو ممكن يحصلوا على معلومات ما كانوا يتبقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن اليوم تطلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم أن تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن صار في مراحل المقابلة تماما وأصبح مقابلكم فهذا اليوم يعتبر يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبرضو ممتاز على مستوى دراسة فكرة جديدة ولكن تعتبر هاي فترة ضاغطة لأن القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة فما بينفعك سواء الصبر والمرونة تبعد عن المشاكل والحدية لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وحاولوا انكوا انتبهوا برضو لراحتكم كونوا منظمين احسنوا دارة عملكم وحاضروا من الجدال مع المعاونين أو مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم برضو لا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات تجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحح الأخطى برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء شوي ضاغطة فيها بعض التوترات فبدك تضبط أعصابك قدر الإمكان وحاول برضو أنك تراعي وضعك الصحي لأنه بعض موليد برج العذرة ممكن يصير عندهم بعض التوعقات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران طبعا بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أو دورة لتأهيل قدراتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين أيضا في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تتحقق من خلالها ربح أو تحل مسألة مالية كانت مرهقيتك بالفترة الماضية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم تتحلوا بالحكمة والواقعية لحل بعض الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم وبكرة الجمعة طبعا هذولا يعتبرين يومين ضاغطات لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وترتكم لحد الركود ابتلغي مشاريعك أو ممكن تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أي أمر خلال هذا اليوم لأنها هاي فترة سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها دون التروي والتفكير بشكل جدي طبعا لأن القمر موجود في بيت المتاعب فبدك تدير بالك برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن تتعزيز شعبيتك وتحصد أرباح جيدة خلال هذا اليوم من خلال علاقاتك الاجتماعية وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن أعمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم الشيء أنك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها لأن الفترة هاي حاول تبعد عن المغامرات والمشاكل قدر الإمكان والتزم بعملك وعزز علاقتك بالمسؤولين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء